بما فيهم بنت محصوم بما فيهم لان الذي يحمل رسالة العراق وفي الدولة عليه ان يكون تحت العلم العراقي الله اكبر من لم يشرفه الله اكبر لن يشرفه علم كردستان البالي ولذلك اقول لكم بالامس احرقه تستفار في لندن لان البريطاني لن يوفر حماية لها فاقتحموها الى اكراد من جماعة مسعود ونهبوها وكسروها وضربوا كل الطاقم الموجود فيها هذا ماذا يدلل يدلل على المخابرات ان تقطع اليد التي امتدت على سفارتنا ولكن ماذا اقول للمخابرات يقينا مشغولة في غير هذا الامر انا لله وانا اليه راجعون تمنيت يرجع الزمان